جدلية وجود قوات التحالف الدولي في العراق ما زالت مطروحة في الأروقة السياسية وتعود إلى الواجهة بقوة كلما تعرضت ميليشيا الحشد لقصف أمريكي ويبدو أن الأيام الأخيرة التي كانت عصيبة على الميليشيات من حيث شدة القصف الأمريكي دفعت حكومة السودان لفتح هذا الملف مع واشنطن لتخفيف الضغوط عنها وكالة رويترز نقلت عن أربعة مصادر أن واشنطن وبغداد بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده أمريكا في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية تتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون والدعم اللوجستي وتؤكد المصادر لوكالة رويترز أن عملية إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق قد تستغرق عدة أشهر وربما سنوات أي بمعنى أن انسحاب القوات الأمريكية لن يكون وشيكا مهما كانت الظروف إبدال مهمة التحالف الدولي بتنسيق عسكري إضافة إلى امتداد هذه العملية لسنوات كلها أمور تشير إلى أن المفاوضات بهذا الصدد ليست جدية وإنما جاءت من باب رفع الحرج عن حكومة سوداني والإيحاء بأنها قامت برد فعل على القصف الأمريكي للميليشيات وما يعزز تمسك حكومة سوداني بالتعامل العسكري مع أمريكا هو ما ذكره مسؤول أمريكي لشبكة CNN حول اتفاق وشيك بين واشنطن وبغداد على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة الظروف الأمنية تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش خبراء وأمنيون يرون أن توتر الأمني بين أمريكا وإيران في العراق بلغ إلى مراحل متطورة حيث أرسلت واشنطن تحذيرا لطهران وميليشياتها في العراق باستخدام طائرات F-16 بعمليات قصف مواقع الميليشيات مؤكدين أن واشنطن هددت بضربات أشد في حال عادت الميليشيات إلى التحرش بالقواعد الأمريكية حكومة السوداني ومن ورائها قوى الإطار التنسيقي تدرك أن الأيام القادمة في العراق ستكون عصيبة لذلك تحاول بكل الوسائل الموازنة بين تبعيتها لإيران وتقديمها فرض الطاعة لأمريكا